مبيعات شركة طيوتا تتقدم على منفستها فولزفاجن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 فمن شهر يناير جونفي إلى غاية شهر أيلول سبتمبر سجلت الشركة اليابانية مبيعات تجاوزت السبعة فاصل تسعة وأربعين مليون سيارة محتلة بذلك الصدارة تليها فولزفاجن الألمانية بسبعة فاصل ثلاثة وأربعين مليون سيارة وجينير الموتورز في المركز الثالث بسبعة فاصل عشرين مليون سيارة الشركة اليابانية أكدت أن الصيارات الأكثر مبيعاً كانت هينو طيوتا ودي هاتسو ولوكسوسا اعتلاء طيوتا للصدارة وتقدمها على منفستها فولزفاجن يأتي عقب الفضيحة التي شهدتها الشركة الألمانية والمتعلقة ببرمجيات تزييف بيانات التلوث